موسيقى النهاردة كانت معظم المطالبات أن فتح المناخ عشان نقدر نتكلم بكل حرية نقدر نقف مع الوطن بكل أريحية نقدر نتكلم على السلبيات والإيجابيات كلمنا في موضوعات كتير النهاردة بتهم الطلبة الجامعيين إزاي النهاردة شفنا أن احنا عندنا كوادر بشرية مطلعة على إنجازات الدولة النهاردة وأهم التحديات اللي بتقوم بيها أراء سرية كتير جدا خرجنا منها النهاردة بأجندتنا وأجندة عمل هنشتغل عليها الفترة اللي جاية عبروا عن الجامعات كلها عبروا عن أسرهم كمان لأن كان عندهم المساحة لده سعداء جدا أن أصبح فيه متنفس للشباب يقدروا أن هم يوصلوا بيه تحدياتهم اللي موجودة قدامهم تم الحقيقة منقشة مفتوحة استمعنا لآراء كل الطلاب اللي موجودة المشاكل بحرية كاملة والسادة النواب أخدوا فكرة كويسة أوي على أن الطالب والتجاهات وإيه وإيه المشاكل اللي بيعاني منها والدول طبعا كان الهدف منها توعية الشباب أصلا كمان بالوضع القائم في البلد بالمشروعات القومية اللي موجودة لازم يبقى عنده توعية وعارف أن الدولة ماشى في طريق التنمية تنسية الشباب للأعزاب الحقيقة بدأت بقى ببوادر طيبة وصلت لأن الشباب تحدث عن كل ما هو موجود في الواقع بشفافية كاملة ودي أهم حاجة في الحوار وبالتالي فالاستماع إلى الآخر كان شيء مطلوب جينا نسمع لآراءهم قالوا اللي عندهم بخصوص الرؤى اللي بيحصل في البلد وقالوا السلبية اللي هما شايفانها وإحنا اتناقشنا معاهم ووضحنا لهم وجهات النظر اللي موجودة دي فرصة عظيمة لكل الطلاب والكل مش الطلاب بس كل الموطنين اللي بيشوفوا أو بيصادفوا الجوالات الخاصة بالتنسية الخاصة بالحوار الوطني أن هما يشاركوا ويوضحوا جميع المشاكل بتاعتهم وجميع الأراء بتاعتهم وجميع المكترحات الخاصة بيهم نخليني الطلاب كلها تعبر عن رأيها قد إيه أن هما دورهم فعال بطرة الرئيس أن احنا نتكلم عن الحوار الوطني هو محتاج أن احنا كل طواف الشعب أن يتشارك فيه